اشتركوا في القناة نعرف شو العلاقة اللي بتربط بين الحراك والنظام الديمقراطي تحديد أسباب الحراك نشوف أبعاد الحراك داخل المنظومة الاجتماعية المهنية نعرف كيف بينقاس الحراك ونميز بين أنواع الحراك وأشكاله شو هو الحراك؟ لما نقول كلمة حراك نعرف إنه الشخص بطل واقف بنفس المكان بس كيف بيتحرك؟ منشوف بها الصور الدرج والأسهم يلي بدلنا على اتجاه الحركة إنه ممكن يطلع وممكن ينزل وكمان منشوف الأسهم الأفقية يعني ممكن يروح يمين أو شمال يعني عم يتحرك بكل الاتجاهات إذن شو يعني حراك اجتماعي؟ أولاً تعريف الحراك الحراك الاجتماعي هو أي تغيير بيحصل بوضع الفرد داخل التدرج الاجتماعي تدرج يلي أخدناه بالدرس السابق وصرنا منعرف إنه هو عملية ترتيب لأفراد المجتمع باختلافاتهم بحسب معايير محددة مثل الهيب الاجتماعي والدخل والقيام الاجتماعي إذن تدرج بيعني الأفراد بالمجتمع مرتبين بطبقات والحراك بيعني كيف عم ينتقلوا الأفراد بين هالطبقات مثلاً إذا أنا غيرت من استاذ لناظر أو من استاذ لطبيب شو يعني؟ يعني انتقال الفرد من منظومة اجتماعية لمنظومة تانية يعني من نقطة لنقطة مثل ما شايفين بالصورة وهيك بيكون عدى الموقع الاجتماعي انطلق من منظومة ووصل لمنظومة تانية والحراك إلو خصائص معينة خلينا نشوف بشو بيتميز الحراك أول شي هي إنه الحراك متطور يعني الحراك بالمجتمعات التقليدية بيختلف عن الحراك بالمجتمعات الحديثة ليش؟ لأن كل مجتمع عنده معايير خاصة فيه والمجتمع تغير ومعاييره تغيرت ومؤسساته كمان تغيرت طب ليش تغيرت هالمعايير؟ تغيرت هالمعايير لأن المؤسسات يلي كانت تأثر على الحراك بالمجتمعات التقليدية هي الكنيسة والجيش والعيلة لأن بالمجتمعات القديمة كانت هالمؤسسات هي الأهم بالمجتمع بينما منشوف بالمجتمعات الحديثة العيلة الحديثة والمدرسة هن الأهم وصار الحراك بالمجتمعات الحديثة مبنى على معايير الكفاءة والجدارة مش بس المعايير تغيرت كمان إمكانية الحراك اختلفت عبر الزمن من زمان كان الحراك محصور بنطاء محدود كتير صعب الواحد ينتقل من طبقة لطبقة فمثلاً بالمجتمع الإقطاعي كان صعب يتحول المزارع إلى مالك أرض أو إقطاعي يعني ولكن مع تطور المجتمعات صرنا نلاحظ أن الحراك صار مصموح وسهل لكل الناس طبعاً حسب كفاءة الشخص مثل ما حكينا كمان عن النظام الطبق الحديث فإذاً الحراك الاجتماعي بيختلف عبر الزمان بين المجتمعات الأديمة والمجتمعات الحديثة مثلاً بس الغنة كان قادر يتعلم ويعلم ولاده يعني إمكانية تغيير الوضعية كانت صعبة جداً وأحياناً مستحيلة عند باقي الفئات المراكز السياسية العالية كمان كانت محصورة بفئة معينة وهلأ خلونا نسأل معقول يكون الحراك ذات الشيء بالشرق وبالغرب أو بالمدينة وبالريف أو بالمجتمعات الصناعية والمجتمعات التقليدية أكيد لا كمان الحراك بيختلف عبر المكان كيف؟ فرصة الحراك بالمجتمعات الصناعية أكبر بكتير من المجتمعات التقليدية طبيعة المهن مختلفة كمان الحراك هو دليل على مرونة المجتمع يعني وقت أعرف صار في حراك بمجتمع معين معناها أنه هالمجتمع مرن شو يعني مرن؟ يعني سهل الواحد يغير مركزه أو موقعه بهالمجتمع من جهة ثانية نسبة الحراك بمجتمع معين بتوضح لنا أديش عم يصير تغيير بنمط الإنتاج بهالمجتمع مثلاً بالقديم كان نمط الإنتاج إقطاعي وكان يعتمد على الفلاحة وملكية الأرض لما ظهرت الآلة انتقلوا الناس من العمل بالزراعة لا يشتغلوا بالمصانع وكمان اليوم عم ينتقلوا الناس لا يشتغلوا بمجال المعلوماتية وهالتغيير هيدا مش بس عم بيكون بالناحية الاقتصادية كمان الحراك عم يوضح لنا أنه هالمجتمعات عم تتغير ثقافتها، مؤسساتها، سلطة سياسية والأدوار الاجتماعية والمراكز وغيرهم لتشوفوا الدروس بشكل كامل على منصة شاتر، اشتركوا هلأ على www.shater.me